اصدقاء الاعزاء اهلا بكم في دردشة فنية طبعا احنا سمعنا عن الهجوم الشديد على الفنان محمد فؤاد بسبب تصرحاته بعد الحفلة اللي اقامها في السعودية فعمر اديب هنا بيدافع عن الفنان محمد فؤاد وكشف الاعلام عمر اديب عن رأيه في الهجوم على الفنان محمد فؤاد بسبب تصرحاته الاخيرة حيث اكد ان الراجل تم مهجمته بشدة وقال كل ما نروح حفلة في الرياض قبل ما نمشي في الرياض بنلقى هجوم عنيف على الفنان اللي موجود وحصلت عشرين مرة واحنا هناك بنبقى بنقول الضربة هتيجي فين وقال ان الحفلة كانت مكسرة الدنيا ومتزاعة على القنوات واذاعات والناس سعيدة ومبسوطة وفجأة تلاقي على السوشيال ميديا هجوم فظيع ومريع عد من الحكاية دي قول اي اسم محدش يروح يغني في الرياض اللي ما يكون اتقطى حتت طيب الحفلة مش عجباكم لا طيب المزيكة ما كانتش مزبوطة لا يتساب الحفلة كلها والتعب والمجهود ويمسكوا في كلمة مش جملة لا كلمة وتقعد بقى تتلف ناس ورا ناس واشتيمة وهجوم غير طبيعي ده ابن بلدك ده الفنان حبيبك يا سيدي قال كلمة زيادة شوية خانوا التعبير ما قالش التعبير صح فاللي تعامل في محمد فؤاد من اول مبارح غير طبيعي وكل النجوم حصل فيهم كده ده كان كلام عمر قديم بدفاعه عن محمد فؤاد بس بصراحة محمد فؤاد برضو كان اوفر جدا ولذلك الناس كلها استاءت من كلامه يا سيدي ماشي الشعب السعودي شعب محترم ومشكور على ضيافته واحنا كمصريين بنبقى سعدة لما مطرب مصري يروح يغني في السعودية او في اي بلد عربي ويكون محبوب لكن مش لدرجة انك تزايد لما تقول حلم اننا نغني لأعظم ناس على وجه الارض شعب السعودية هو اللي علمنا يعني ايه اخلاق وكرم يا راجل مع كامل احترام للشعب السعودي طبعا يعني انت كمصري ما تعلمتش يعني ايه احترام وكرم من الشعب المصري مصر زمان اللي كانت بتعمل كسوة الكعبة مصر زمان اللي كانوا عاملين تاكية طبعا كلنا عارفين يعني ايه تاكية هو ده الشعب المصري مصر هليود الشرق يا محمد يا فؤاد انت وعمر أديب هو ده السبب اللي خلى الناس تنتقد محمد فؤاد لكن الشعب السعودي له كل الاحترام طبعا بس مش لدرجة انك تزايد قوي وزي برضو الاخ عمر كمال لما قال بشرب تيمور وحليب ما قالش اشرب خمور وحشيش ليه علشان انا على ارض طهرة يعني في بلدك تقول اشرب خمور وحشيش وفي السعودية تقول اشرب تيمور وحليب علشان السعودية ارض طهرة طب ارض مصر دي مش طهرة ارض بلدك مش طهرة عكس تماما الفنانة الكبيرة انغام شوف الفنانة انغام في حفلة لها في السعودية اتكلمت على مصر ازاي لما قالت انا برفع راسي لاني مصرية هو ده الفرق يا استاذ عمر يا اديب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة